بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين إن في ذلك لآيات للمتوسمين يقول الإمام النسفي رحمه الله في تفسير هذه الآية والمعنى للمتفرسين الذين رزقهم الله الفراسة والفراسة معناها الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الباطنة الخفية والفراسة تختلف عن الإلهام وعن الكهانة فالكهانة تكون من خلال الاستعانة بالجن والسحر والعياذ بالله والإلهام يكون تفرس بدون تعب أما الفراسة فتكون من خلال الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية الباطنة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لما دخل سيدنا رسول الله المدينة رآه سيدنا عبد الله بن رواحة فقال إني توسمت الخير فيك أعرفه والله يعلم أني ثابت البصري ورآه سيدنا عبد الله بن سلام فأطال النظر إليه يقول فعلمت أن وجه رسول الله ليس بوجه كذاب فأتى النبي وأسلم على يديه وسمع منه الحديث أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام لما دخل رجل على سيدنا عثمان بن عفان في مجلس علم وكان الرجل قد نظر إلى امرأة في الطريق فلما جلس في مجلس سيدنا عثمان فاجأه سيدنا عثمان بقوله أيجلس بيننا من في عينيه جريمة الزنا فتعجب الرجل وقال أوحي بعد رسول الله فقال سيدنا عثمان لا وحي بعد رسول الله ولكنها فراسة المؤمن ينظر بنور الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وكما قال القائل كل الله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد قال العلماء أفرس الناس أربعة العزيز حين قال لمرأة العزيز أكريمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وبنت سيدنا شعيب حين قالت لأبيها يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وسيدنا أبو بكر الصديق حين استخلف سيدنا عمر ليكون خليفة للمسلمين من بعده وامرأة فرعون حين قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا هؤلاء أفرس الناس وعد العلماء غيرهم كثير من أهل الفراسة ممن أكرمهم الله جل وعلا كإبراهيم بن أدهم الزاهد الورع التقي حينما دخل في مسجد خراب وكان قد اشتد الجوع به هو ومن معه فكتب رقعة وقال لمن معه أخرج بها وأعطها لمن يمر بك في الطريق ومكتوب في الرقعة أنا حامد أنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري متحي لغيرك لهب نار خطها فأجر عبيدك من دخول النار فوجد غلامه رجل يمر في الطريق فأعطاه هذه الرقعة فأعطاه سرة من الدنانير ودخل على إبراهيم فقال دعها فسيأتي صاحبها الآن فدخل صاحب الدنانير على إبراهيم فقال له إبراهيم عندما تفرس فيه ونظر في وجهه أما آن لك أن تدخل الإسلام وكان الرجل مجوسيا فنطق الشهادة وأسلم على يد إبراهيم رحم الله من قال عن أهل الفراسة ولا تخبر عنهم إلا بخير فإن قلوبهم صارت مرايا جلاها حبهم والخوف منه وذكرهم وتحسين النوايا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الفراسة وأن يملأ قلوبنا بالنور والإيمان والتقوى اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته